في القوانين اللي نزلها بتحكم حاجات كتير قوية في هيئة تصنيع الدواء والمخازن في مخازن كتير في مصر بتبيع هي الدواء يعني ده أنا رسخ مخزن الدواء ده مفروض انه هو لحق التوزيع على صيدلات مش البيع مش البيع بيبيع من خلال انه يمنع في التخزين يخزنوا أدوية معينة تخرج في وقته معين لناس معينة وتتبع بأي سهل في القانون احنا حطينا شروط جمدة جدا على المخازن لسبب ما كانش فيه تهوية كويسة في المخزن درجات الحرارة متناسبة مع الدواء اللي بيتاخد ممكن الدواء يبوز احنا درجة حرارتنا عمرها ما حطيبقى درجة 25 اللي هي في درجة حرارة أي غرفة احنا في الصيف بنعجي 48 لو دهر المخزن في شمس ممكن الدواء اللي جوه ده يبوز تاني حاجة الأدوية المهربة أو الأدوية المستوردة اللي متوفرة أكتر من أدويتنا في الأجزخانات دي أدوية مش دخلة بطريقة شرعية طبعا لازم يبقى عليها زبطيات دخلت ازاي؟ ولما تهربت؟ الأدوية دي اتحفظت صحة ولا لأ؟ فالدواء ده برضو له تأثير على المريض الجديد في التواصل الاجتماعي أنه بيوصفوا دواء ووصلت أن الصيدالي أو اللي ماسك الصفحة بيكتب له رشتة بيكتب رشتة وبيديها للمريض طبعا لأي أساس كتب الرشتة أنا مش ضد أنهم يشتغلوا في صيدالياته كل واحد بقى فيه تخصص لازم فيه job description أنا دكتورة تخصصية أورام بشتغل في الأورام مش من حقي يروحكش على واحد عنده أمراض صد ولا من حقي أن أنا أقوم أشتغل بطنة حتى لو أنا درسها في الكلية ما ينفعش الدنيا كلها عندها sub-speciality الناس ما بياخدش البطنة الوحيدة ده بياخد جزء صغير من البطنة يشتغل فيه ده بقى فيه تخصص 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 في الأورام أيوة في الأورام بناخد نوع واحد من الأورام ما بشتغلش كل الأورام ده المفروض لأنه متفرغ لحاجة صغيرة هدي نتائج أحسن اللي احنا عندنا فيه تسايب جامد جدا في موضوع الصيدليات وكنا حاولنا نعمل قانون وما استمرش لازم يبقى فيه حاجة تحكم الصيدليات الجزء بتاع منع المداد الحيوي ده مهم جدا الجزء الثاني اللي احنا توعدنا به أنهم ابتدوا يعملوا العملية الرقمية للأدوية على أساس ما يوصل التأمين الصحي الشامل ويبقى زي مدينهم برسايد ويبقى المريض مسجل سهل جدا أنك تقول بتاع الأمراض المزمنة بياخد إيه كل شهر قادر نزله أدويته على الكرت على النات في بره بتكشفه بتاخد الدواء من أقرب صيدلية عنات ما بتاخدش من الدكتور البرسكريبشن لأ أنت بتلاقيها موجودة عند الصيدلية القريبة للبيت وبيسلمك الدواء برضو من الحاجات اللي كنا بنتناقش فيها احنا من الدول اللي بتستخدم كارتون وعلب لكل دوا مستورد كارتون مستورد والعلب مستوردة بنكلف الحاجات كتير جدا في نفس الوقت احنا دولة بتندج دوا من سنة 38 الأردن بتصدر ب13 مليار احنا يمكن لسنة الفاتت كنا بنصدر بمليار برغم أن دوانة أرقص دوا فعليته جيدة جدا التكلفة عندنا عالية وده اللي خسر مصانع كتير ومصانع كتير قفلت فليه ما نبقى زي البلاد كلها بيجي تدوا بالعدد وفعلها ببسيطة كده بلاستيك وعليها استقلاء استيكر بيقول السايد افاكت اللي ممكن يحصل ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل والجرعة ايه بتاع الموضوع بياخد عدد حبوبه احنا بناخد المداد الحيو بنصرفه أكبر من العدد والعين ما بيستخدموش وبيترمي طيب ليه استهلاكنا في الكارتون وفي الحاجات دي دي حاجات احنا تنقشنا فيها الحقيقة ان هيئة تصنيع الدواء والدكتور تامر كان متفاهم جدا مبارح ومعترفين ده موجود ترجمة نانسي قنقر